ممكن تعقود الحفلات داخل المغرب هنا أراها ممكن الجهات التي كانت تعقلت معها مثلا طلب الفسخ إذا كانت تعقل شيء طبعا طلب الاسترجاع دياله وكن نظنش أنه هي مثلا غدا تعاقد مع شيء طرف ببنية الإضرار به لكي نقوله بأنه تكون عندها متابعات أو شيء عجل يعني كي نحس نيفة في التعاقدات ديالها يعني تلكا شيء شخص تعاقد معها ولا شيء مؤسسة ممكن يسترجع إما التصبيقات دياله ويطلب فسخ العقد ولكن ما كانت تصوره بأنه هي دارت شيء تعاقدات خارج المغرب ويعرفة بأنه ركنت عندها منعو لهذا هذه الحالة غير متصورة نعم غير بالنسبة لإذا كان شيء هنا في داخل المغرب ولا داروا مثلا وشي لجؤون المحكامة ولا مثلا غير بشكل ودي وحتى لجؤون المحكامة زعمال المحكامة الليه سيطرع بأن السيدة لها عندها ضرف قاهر بعدها من التزام بهذا كالعقد بطبيعة الحال لأنه إذا كان شيء شخص مثلا أعطى شيء مؤسسة أعطى تصبيقات يبقى عندها الحق دياله يسترجع دياله حبياً ولما استرجع دياله يبقى أي شخص يرجع للقضاء باش يطالب للحقوق دياله والأولى الفسخ دياله العقد والمطالبة تبتعويض على الدارة إذا صابه وكتاد ونيفات ما عندها باش تدافع لنفسها مثلا في حالة أنه دعا شيء شخص أو مؤسسة على قبل شيء تعاقدات فنية أرى أنها قوة قاهرة بالنسبة لها لأنه ما كانش ربما تكون تعاقدات بسوء نية أو شيء منها القابل فالتعاقدات دياله غدا تكون بحسن نية إلا كان شيء تصبيقات رمو ممكن ترجع ودياً وحبياً يعني حل دياله المنوع من المشاكل ماشي فيه حتى تعقيدات كبيرة باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي تابونوا معنا في لتن يوتيوب وفعلوا الجرس